سأجيلك في الشوت الثاني يا أستاذ جمال لأنه ده مهم جدا. مع بداية الشوت الثاني، ماشي، كانت البداية معقولة بالنسبة لنادي الأهل يا أستاذ عصام، ولكن بعد كده فوجئنا الحقيقة بتغيير، وأنا بأتكلم في الموضوع ده ليه؟ يعني لأنه لازم أتكلم فيه أن مصر، الأهلوية كلهم اتكلموا في هذا الأمر، لماذا تم تغيير حسين الشاحات؟ لما عدت فكرت، لقيت أن من الممكن جدا، وحرك برضو صحاح لي لو شايف فوجة نظر مختلف، أني لقيت أن أيمن أشرف لما نزل أفل مع علي معلول الجابهة دي لأنه كانت مفتوحة سنة شوية، أو كانش فيها ناحية دفاعية أكتر سنة شوية، هي دي قد تكون يعني رجاحة التغيير من وجهة نظر سيد موسيماني، كان هيعملها بحسين الشاحات أو بغيره، لكن الأول بس عطفا على الفرق بين ما قدمه النادي الأهلي وما قدمه منتخب مصر، هو فرق إداري قبل ما يبقى فني، بمعنى استجاب مسؤوله النادي الأهلي، لأن التحفظ على ما قد يحدث، والتواصل حتى دون إعلان للميديا، لأن الأهلي بينه بين المغرب النادي الرجاء، مصر والمغرب، ده الكلام الكبير الذي يتقال دولة واحدة، وهناك أيضا بروتوكول بين الأهلي والرجاء، فكان التواصل مش سرا لكن في المضمون، يعني تواصل النادي الأهلي مع معالي السفير المصري هناك، رجل محترم يؤدي عمله، تواصل مع مسؤوله الكاف المنظمين، وقرأ على اللاعبين أنه مش هتنزلوا الملعب غير مؤمنين، وأعتقد أنه كان فيه ليحة كمان بتقول، حين ترى الليزر عود إلى الدكة، وهذه هي الإدارة المحترفة مئة بالمئة، من جير بقى ما تصير ضجة، ولا أزازة تتحدث فتروح رددها للمدرج، ليه؟ لأن أنت كمان تقلك ضمن منظومة الحوار الاحترافي ده، أن دي مش المغرب، دي مجموعة صغيرة، وهذه ملعب تلتاهب، تلتاهب، أو ثلاثة أربعة يعني، زي سيد الفاضل، لكنهم بيقدروا يعملوا الزخم ده، وعلى فكرة هناك فرق بين أمن الملعب بها، والموظفين، وإذا كانوا مشجعوا بين الشرطة المدنية، اللي لما تواصل مع السفير، مع مسؤوله الدولة بقى المغربية، فورا الشرطة أمنت وأغلقت، بس كان الملعب تمال، وبالتالي ضبطوا ما تبقى من أوقات في السكة دي، اللي هي شوية الحماسك، وبعدين فنديم، احنا شفنا هذه العلاقات، ما بعد نهاية المباراة تحديدا، ما بعد نهاية المباراة تحديدا، هو لو أنت بقى يعني، لكن العلاقات، لا هي لو الكل، مش حكاة بس، العلاقات خلاص، هذه من أفضل تقريبا، العلاقات العربية العربية، لكن كمان، انت بتتكلم على ما تم خلال وأثناء المباراة، الذي يؤكد أن كتيبة موطورة، غيرا ما تتكلم عن شعب، وده اللي قاله كابتن محمود الخطيب، والأكده معالي السفير، والتكريم الرائع لرئيس النادي الرجاوي، من كابتن محمود الخطيب، إيمانا واعترافا بما قدامه النادي، ومنظومة الدولة المغربية، لكن على الكاف، تعود هنا لاحترافين، أيوة، أستاذ عصام، احنا إمتى؟ أنا بجد، أنا بقولك بقى، أنا لما شفت ما فعلوا جمهور ليفر بول، في مباراة منشستن الونايتد مع رونالدو، وعندما جات الدقيقة سبعة، ورفعوا التيشرت بتاعه، وكل الملعب بما فيهم المدير الفني، بيسقف، وإيه الجمال ده؟ لمثل هذه الأقام لكرة القدم؟ ما هي أكابتن، الحاجات دي أكابتن، الحاجات دي برضو ما تظلمناش كشعوب عربية، هذه الأشياء تغرز، كما المدرس والتلميذ، حين يعرف التلميذ، إنه لو مراحش بكرة حافظ النشيد، هيتلاسوع، هيحفظه، ما تسيبوش لنفسه، وتقول لي ملك مربع من عند ربي، ده برضو، بتبقى واحد في المية، إذا حدثت يعني، بنتكلم عن الحكام، بنتكلم عن عدم التنظيم، كابتن، كل ده محتاج جيل، لكن الأهلي خد بقى بالأقوام، وتصرف بمسؤولية واحترافية، حتى نبارك أولا، أن الكابتن سعد عبد الحفيز، لعب دور غير عادي، ولأول مرة يطلق في أفريقيا، أنا أمين على بضاعة بتاعت النادي الأهلي، 800 الملايين، لن أجازف بها، مش مجرد أرواح بشرية، أمن للملعب تلاقيني جاهز، لأن أنا أعرف المغرب أكتر منكم أكاف، لكن ما يحدث يثير القلق، الراجل الأمني أمن، وخرج اللعبين للتسخين، كابتن سيد فتح لسبيكر، مكالمة الكابت خطيف، سمعوها الشباب في القوضة، أنتوا في بلدكم، أنتوا كذا، أنتوا مفيش أي حاجة، كل ده مجرد الاتهاب من مجموعة، أنتقى الأمر يا شباب، نزلوا، سخنوا، وأدوا المباراة، المباراة، المباراة في مجملها، التغيير اللي حصل، بيدل على أنك أنت، أنا أوام بقى أن الناس تقول إيه، عشان الحكاية دي زادت قوي، زادت ما بين كراه الأهل، اللي عايزين يطلعوا القطة الفاطسة، بدعوة أنه لازم موسماني يحصل عنده أب جريد، أو يتغير خالص، وبين محبين أهلوية حقيقيين، برضو عاوزين يحققوا المؤادلة الصعبة بتاعت الأداة الأفضل والفوز، لكن، أنا الآن بقى أنك تسيب بقى إيه، الموس، يعمل اللي يعمله، وبالتالي، لأن الكرة ربطها بالحظ مئة بالمئة صح، فلا تكسره بيدك، هو الراجل عمل إيه برضو، لا، وإنك بعض الأشياء يمكن الحوار حولها، طبعا، عشان كده، عشان كده، عشان كده، عشان كده، هتكلم عن تغيير، لأن كل الأهلوية بيتكلموا عن تغيير حسين الشادة الوحدة، شوف يا كابتن، حضرتك الوحدة، هنا هتيجي بس، عشان مدهاوش فكرتي، قبل بس ما نكمل، كم أهلوي يكلمك سألك السؤال ده؟ لا، كتير، مبهزرش والله، لو أنا غلط قولي، وقدهم مرتين بيقولوا، لا، ما حدش الكلم، أنا بس عايز أكمل الفك، طبع، موسيماني ليس لديه متسع من الوقت، حتى لو عايزين نقول له حاجة أعمالة، مفيش متسع من الوقت، لأنه لما بيقول أنا أوصلك، وماش عارف إيه، وما أعمل إيه، لا، تعمل إنك تخليهم يجيب، يعني تدربوا أكتر فيجيب الجون، يعني يومين أجهازة؟ يا عم خدهم تكتيكي، خد الفيرود فيرود والباك باك، مثلا، يعني أتصوري أنا، لأنهم ما عندوش وقت، لأنه عايز راحة، ربما تكون سلبية، مثلا، بإعتراف الإدارة الفنية، أن هم يعني تصوروا أنه ينادي إنه مصاب، لو هم أربعة، خمسة، ستة، سبعة، زي ما قلنا، لكن برضو ده مش وقت دخول، أنا بتكلمه ده وده، دخول أفراد جديدة، إذن هو يحتاج أن تتركه، يستكمل تدوير البطولة الأفريقية، وحسناً فعل النادي الأهل، إنه طمن لعبته، إنه من هنا وطالع، والحمد لله أنا والساس جمال، قلنا عندك هنا، ده مش حكام أجانب بس، نفس النص تقريباً، ده لازم يبقوا من الخمس دوريات الكبيرة، ومن القائمة الدولية، اللي فيها خمسين واحد، لا يمكن، خمسين واحد بالفعل، أنا عددهم تسعة واربعين حكم دولي، في الخمس دول الكبرى، لا يمكن يكونوا مشغولين في وقت واحد، زي ما كابت أنا صام بيقول، لا يمكن، وأزم ما طالبوا النادي الأهل، وأزم ما طالبوا النادي الأهل،